السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا يا ربكم جميعا بخير وبصحة زي الفل صلونا الحلاء عشان تفتحوا لازمكم معك رخصة 3 سنين في سويسرة المدرسة يعني 3 سنوات بالتعلم فيها كل حاجة والمرتب في الشهر في اول سنة من 700 واتسنة 2800 سنة التالتة حوالي 1000 فرنك من 700 لحوالي 1000 فرنك دي في الثلاث سنوات اللي هو بتتعلم فيها او بتتعلم فيها قص الشعر طبعا للكبار وللاطفال وكده طبعا شغلة محترمة جدا في يعني الكوافير هنا منتشر جدا طبعا لكن الاسعار مش رخيصة الكوافير هنا غالي يعني اللي كوافير مثلا للرجال مثلا بيدفع 35 فرنك او 40 فرنك لكن في من كام سنة كده كان يعني يعتبر او واحد كردي فتح هنا لكن العلامة دي معناها ان هو بيسموه باربر الباربر ان هو ممكن يدفع يعني يفتح محل بس ما يكونش معاه دبلوم اه حلاقة من سويسة يعني هما سمحوا للناس ان هما يعملوا كده عشان يخفوا الضغط عن العقومة اذا الاخوة من الاقراض ومن سوريا فتحين محلات وشطار جدا لكن العدد زاد كتير اوي 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 والاسعار منزلين الاسعار بقت رخيصة جدا وطبعا دي ما بيتكملش تكلفة المحل او ودفع المرتبات وفي الجرائد اتكلموا عليهم كتير هنا ان الشغلة دي لازم يشوفوا لها حل اللي ان جدا بيكون حوالي 60% من الاجانب بش ملتسمين بالمعايير بتاعت دولة سويسرا دي كانت بالنسبة لاجانب لكن السويسرين طبعا المحلات بتاعتهم ممتازة بسم الله ما شاء الله وشغالين وانت صبعا شايفين شغل القص والشعر والغسيل والفاربة للحريم وكده اللي هي للستات في سويسرا مش رخيصة يعني لما واحدة بتروح بتعمل شعرها وبتعملها في الوان وكلام ده يعني لا تقولها 150 فرنك بتتفحها زي من شايفين الشعر بيطلع طبعا بسم الله ما شاء الله وهم يعني شطار الصراحة يعني طبعا الجالية الاوروبية المشهورة او برضو هنا اللي هم الطليان الطليان بيعملوا الكوافير بتاعهم يعني منتزين الصراحة وشعب دمه خفيف ومحبوب في السويسرا يعني الدراسة بتبقى 3 سنين وبعد كده بتاخد المرتب بيبدأ من 3600 الى حد 4000 وبعد كده كل ما بتزيد من الخبرة وكل ما بتكون انت متطور في جولك وشاطر المرتب بتاعك بيزيد يعني اهم حاجة هنا الحفاظ على القوانين السويسرية والنظافة يعني المحل هنا مثلا السويسرا قالت اللي عاوز يفتح محل صالون وعاوز يجيب مثلا كورس واحد الكورس واحد محتاج عشر قدرات متر يعني عشرة متر للزبون الواحد يعني انت لو عندك مثلا اربع كراسي في الصالون بتاعك يعني انت محتاج اربعين متر ده على الاقل طبعا نسم تعمل حساب كور وتعمل حساب الا الاعداء اللي ورا وتملي الصالون هنا بيكون في تواليت او حمام واغلبية المحلات الكوافير في السويسرا بيكون عندهم مشروبات ساخنة او باردة للزباين يعني انا مسلا عن نفسي المبروري الحلاء بيديني اهوة بتاعتي اه لما مسلا ساعات كده مية برضو او مية ساعه مية بجاز مية من غير جاز اهوة كل ده بيكون عند الكوافير والحمام طبعا بيكون زي الفل وزا ما انت شايفين الغسيل الشعر ده الواحد وبرده ليه تمن في الكوافير هنا بتوعب بقى تغسل لها شعرها وطبعا الحريم يعني يعني ربنا يكون فعونهم لانه بيدفعوا كتير عشان طبعا الشعر طويل وكده غير مشكلة الرجالة اقل منهم بكتير احنا ممكن نقعد عشر دايق بنحلق ونخلص على طول الحريم ممكن يقعدوا ساعتين لحد ما يخلصوا وشايفين القص بقى يعني الصراحة يعني من الحاجات اللي انا كنت برضو ببص حب اتفرج عليها اول ما جيت سويسرة محلات الكوافير والشعر المقصوص والناس هنا شعراهم موضب اذا كانت بنات او ستات كبار كلهم شعرهم حلو والشعر يعني سبحان الله هم شكلهم حلو وشعرهم كمان حلو والنضافة في المحلات دي لازم الواحد برضو يهتم بيها ودي المشكلة اللي هي عند بعض الاجانب هنا يعني بيش ملتزمين بالقوانين السويسرية حتى الجاركات بتعليهم من حوالي ستين في المية منهم بيش ملتزمين فممكن يحصل ان هو يطلع قانون جديد الله اعلم هيعملوا معهم ايه لكن الكوافير اعمة زي ما انتو كنت عارفته خطواته في السويسرة بتكون ثلاث سنوات وطبعا انا بتكلم ثلاث سنوات للناس اللي هي عايشة هنا طب الله هيقول لي انا ما انا كوافير وعايش في المانيا ومعايا دي بلوم هل سويسرة اتعترف فيه ولا لأ فيه هنا المان كتير وشغالين بالدي بلوم بتاحهم وكل حاجة ما فيش اي مشاكل واللي عنده اي دي بلوم من اوروبا وعاوز يعرف ان الدي بلوم بتاعه ده يعني مقبول في السويسرة او لا اتمنى من انك وانتو تخشوا على الانترنت وتدوروا على الصفحات اللي انا هتتحلقوا قبل كده في كذا فيديو قبل كده ازاي انا اعرف ان الدي بلوم بتاعي معترف فيه في السويسرة او لا او هعمل معادلة ولا لا ولا هاجه اشتغل على طول لو المحلي قوافير شافك يعني في محلات قوافير مع يعني اكيد في ناس عندها ما عندهاش دي بلوم بس حريفة يعني فصاحب المحلي لو شافك وانت مثلا بتعرف تقص الشعر وبتعرف تعمل الكريمات وبتعرف تعمل فاربة للشعر وتكلم ده بيش هقولك لا لان هو المسؤول عنك يعني لو المحلي ايطالي او محل السويسري وشافك ان انت كويس وبتعرف تشتغل وهو اقتنع ان انت هتعرف تعيش وتشتغل معاه في المحل من حق ان هو عينك حتى لو انت معاكش دي بلوم لكن انت عندك الموهبة وبعد كده لما بيشوفك ان انت كويس عشان تبقى انت اوفيتيال يعني شغال بتعمل بعد كده مدرسة او كورسات صغيرة مش لازم الدبلوم اللي هو 3 سنين في كورسات صغيرة بتتعمل للناس اللي هي عندها موهبة ربنا خليوهم بموهبة او جاي من بلد تانية وبيعرف في حلق لكن اللغة عنده بيش مساعدة ففي دبلومات يعني التملي الواحد انا بتتملي بدور على حل للمشاكل بيش بعقد المشاكل لا الاحتمالي لازم نفكر لما اطلع اوروبا ازاي احل مشكلتي احنا المشاكل اللي بتبقى قدامنا هي عمل اللغة وعمل الدخول للبلد فاحنا تملي في الفيديوهات الواحد ندور على حل ازاي ادخل البلد عن طريق الشريع عشان يبقى عايش كويس ومستريح وازاي اقدر اشتغل ازاي بقى اخدم ازاي الاقي عمل ازاي الاقي وظيفة هي دي اللي الواحد تملي يعني يتفائل ويدور على الشغل ازاي اعمل ازاي اوروبا دي بتعمل دبلومات الدبلومات في اوروبا بتاخد كم سنة ليه بتاخد الفترة دي سليم ولازم نفهم ان الدبلومات دي مش معمولة كده هبقى المنصورة دي يعني زي ما بيقوله تحياتي ليكم والسلام الله